تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 447 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 170 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال الحجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 85 طن سلع غذائية كما تم ضبط قرابة 35 طن دقيق مدعم في مجال الاستلاء على السلع المدعومة أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 28 طن وفي مجال حجب مواد البناء تم ضبط أكثر من 19 طن أسمنت وحديد تسليحة وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 629 قضية من بينها 132 قضية خبز ناقص الوزن و120 قضية خبز غير مطابقة للمواصفات